استفى الله تعالى شهر رمضان من بين أشهر الزمان وهو ليس من الأشهر الحرم لأن الأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم استفى رمضان بخاصية أخرى هذه الأربع التي ذكرها الله تعالى منها أربعات الحرم خاصها بالتحريم وخاصها بما خاصها من وجوب الاحترام رمضان خاصه الله تعالى بأن جعله محلا لنزول القرآن قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان واصطفاه أيضا بأن جعله محلا لعبادة عظيمة هي ركل من أركان الإسلام وهي صوم رمضان قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وهذا تخصيص أيضا فوق التخصيص ذلك تخصيص قدري وهذا تخصيص شرعي تخصيص قدري أي أن الله تعالى قدر أن يكون نزول القرآن في هذا الشهر وتخصيص شرعي وهو ما طلبه من عباده وفرضه عليهم جل في علاه من صيام هذا الشهر الذي فرض صيامه على أهل الإسلام بقوله تعالى فمن جهد منكم الشهر فليصم إذن الخصائص التي يختص بها الزمان متنوعة ومتعددة ولله تعالى في ذلك الحكمة البالغة ترجمة نانسي قنقر